بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد ففي محطتنا الخامسة عشر مع أجزاء القرآن الكريم سنقف عند إشراقات قول رب العالمين في الآية السادسة والثلاثين من سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسؤولا كلمات قليلة الألفاظ ولكنها تقيم منهجا كاملا للإنسان فيما ينبغي أن يبني عليه الاعتقادات والأقوال والأفعال يقول الإمام المصلح عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه ولا عمر الله إنه ما دخل الضلال في عقائد الناس ولا جرى الباطل والزور على ألسنتهم ولا كان الفساد والشر في أفعالهم إلا بإهمالهم أو تساهلهم في هذا الأصل العظيم فخليق بالمسلم الذي يقرأ هذه الآية الكريمة أن لا ينطوي قلبه على معتقد إلا عن علم وأن لا يقدم على عمل إلا عن علم وأن لا يقول قولا إلا عن علم فمتى استقام المسلم على هذا الأصل لم يبقى مجال للأوهام والخرافات التي لا أساس لها ولم يبقى مجال للضلالات والمحدثات التي لا أصل لها ولم يبقى مجال للظنون والافتراءات التي يرمى الناس بها ولم يبقى مجال للأنباء والشائعات قبل إذاعتها بل ولم يبقى مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية حتى في عالم البحوث والتجارب والعلوم الدنيوية وأما عن سؤالنا لهذا اليوم فيقول اجتمل هذا الجزء القرآني على شطر من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وقبل أن يخرج سيدنا موسى إليه سأل الله تعالى عن السبيل إلى لقيه فما هي العلامة التي جعلها الله له